اكدت وزارة الصحان برنامج عمل الحكومة اعلن انشاء مركز لغسيل الكلاف منطقة لحنينية بالمحافظة الجنوبية بطاقة السعبية تبلغ ستين سريرا ما سيساهم في تخفيف الضغط الحالي على المراكز وقالت سيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ان عدد المصابين بالفشل الكلوي المسجلين في سجلات الوزارة بلغ أربعمائة مريضة تقدم لهم الرعاية الصحية من خلال مركز غسيل الكلاف بمجمع السلمانية الطبي الذي يتردد عليه 170 مريضا بالاضافة الى مركز عبد الرحمن كانو لأمراض الكلاف بمحافظة المحرق الذي يستقبل 230 من مرضى الفشل الكلوي مشيرة الى ان الطاقة السعبية لمركز غسيل الكلاف بمجمع السلمانية الطبي تبلغ 25 سريرا يدار من قبل طاقم طبي وتمريضي مكون من 41 واربعين طبيبا وممرضا بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز عبد الرحمن كانو لأمراض الكلاف 46 سريرا يدار من قبل طاقم طبي مكون من 76 طبيبا وممرضا وضافت ان الكلفة المالية للمريض الواحد المقدرة لدى وزارة الصحة تبلغ سنويا 23 ألف دينار من دون تكاليف خدمات التمريض والطبابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر